حرب حرائق في الأحراج ومافيات المرامل مستمرة بتشويه معالم الطبيعة والأنهر هذه المشاهد من نهر ميروبا حيث أنشأ ريمول حاج مرملة على ضفاف النهر وحفر عمقا لا يقل عن سبعة أمتار تحت عنوان التعزيل وفي التفاصيل فقد تبين أن الحاج اتخذ رخصة من وزارة الطاقة لتعزيل مجاري النهر بمجب مزايدة عمومية إنما عمد الحاج إلى استغلال الرخصة ليتاجر في الرمول بالتعاون مع الياس مجيد سعادة وهو أحد أصحاب أكبر المرامل في ميروبا استحدثوا إذا بدك مرملة بقلب مجرى النهر عم يستخرجوا الرمل وعم بيبيعوا هذا الرمل يعني أخذ التزام من وزارة الطاقة ونفذوا بطريقة غير شرعية استحدث مرملة أول شغلة هو تعدى على الملك العام وفيه تعدى على ملك خاص كمانا يلي هن بحواله هذا النطاق طيب هيدا بتعود ملكيته لضيعة ميروبا هيدا ما نتنظيف هيدا لعب على الإنون بحق الوزارة ما نه مزبوط وبحق بلدة ميروبا هيدا الشي ما نه مزبوط وما رح نقبل فيه لطالما كانت بلدة ميروبا معروفة بينابيعها الصافية جبالها وطبيعتها المميزة إلا أن مافيات المرامل لوثت المياه ونهشت الجبال وقضت على كل ما تبقى من الطبيعة بغية تحقيق الأرباح فالشحنة الواحدة من هذه الرمول تباع بحدود الألف دولار نحن بميروبا عشنا 40 سنة من حقبة مرامل كسارات معامل بيتون تعدي على الماء تعدي على الشجر على الجبال ميروبا ما بقى تحمل هلأ أول شي وزارة الطاقة بشخص الوزير لازم يطلع حدا يكشف على الموقع ولازم قبل ما يطلع حدا يكشف يتتوقف الأعمال لأنه لحديث هلأ ما كانت توقفت الأعمال وصلت إلى هواتف أبناء المنطقة وخصوصا من يطالب بوقف هذه التعديات رسائل تهديدية بالضرب لأنهم يطالبون بحقهم ويحافظون على ما تبقى من بيئة بلدتهم فالأم تيفي تضع هذا الملف في عهدة وزارتي الطاقة والداخلية لحماية الطبيعة وتطبيق القانون وفق المعايير والإجراءات المطلوبة وردع المخالفين